السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك على تطبيق وقناة فينشاوي مع وديد مصطفى مع شرح الوحدة الرابعة وحل تدريبات على كل جزئية فيها الوحدة الرابعة في منهج تانية ثانية بعنوان لكلوب دي ديكوراتور كلمة ديكور النص الأول من الكلمة هو الديكور الديكور اللي هو تنظيم الأثاث والفرش والعفش والوسائل الزينة في المنزل أو في الأوضة تمام؟ ديكوراتور هو اسم الفاعل اسم الشخص المهتم بالزينة والديكور أو مهندس ديكور زي ما هي مكتوبة في الكتاب في بداية كل واحدة بيكون عندنا صفحتين تقديميتين أو استكشافيتين الصفحات دي علشان نفهمها هننذاكر كلمتها الأول فالكلمات المذكرة un déكوراتور ديكور ديكور ديكوراتور مصمم الديكور أو مهندس الديكور un rendezvous un petit déjeuner اختصارها petit déje وجبة الإفطار élément un élément un li مهمة li سرير un cadeau cadeau هدية des meubles ميبل طبعا هي هنا جمعة ممكن نخليها مفرد وعند تبقى مفرد مذكر un meubles لهو قطعة أثاث أما الأسماء المؤنفة هنلاقي كلمة une décoration décoration اختصارها déco وهي كلمة féminin وهي الديكور نفسه une armoire armoire دولاب تحديدا دولاب ملابس une demi-heure عارفين أني كلمة heure يعني ساعة لو حطينا دمية قبلها يبقى نصف الساعة والدمية لما بتجي قبل heure بتبقى زي ما انت شايفها كده أخيرها حرف الإي ما بنحطش معاها أ أما لو جات بعد الساعة جات هنا والساعة كذا ونصف بتحط لها أ زيادة عشان الناس بتسأل عليها une disposition disposition يعني التنظيم أو الترتيب دخلت القوضة بيبقى لها تنظيم معين أو ترتيب معين للأثاث والفرشة والعبش والحاجات دي une espace une espace يعني مساحة أو غرفة الشقة أو البيت بيكون متقسم إلى مساحات أو إلى قطع أو إلى غرف هي هي كلمة piece une piece piece لها معنى كتير من ضمنها أو معنى الأساسي بتاعها هنا هي غرفة أو جزء من أجزاء المنزل لو جات مع أي حاجة تانية هتبقى بمعنى قطعة قطعة كذا اللي هي piece piece of casa بالإنجليزي وليها معنى تانية اللي هي مسرحية une fenêtre شباك أو نافذة window كلمة دي خدناها كتير وقلنا علىها مسطرة هتجي تشوف المعنى هنا هتلاقي مكتوب مفيش مسطرة لأن لها معنى تانية وهي معنى بقاعدة اللي هي بالإنجليزي rule تمام قواعد معينة أي مكان بيكون لي قواعد أو ضابط فهي دي تقال على كلمة غاجل une action action اللي هي بالإنجليزي action حدث أو حركة أو فعل des étagères étagères جمع مؤنث وبرضه ممكن تبقى مفرد بتتقال على الأرفف لما بتبقى جمع كده بقى مجموعة من الأرفف ثلاثة أربعة أرفف كده متجمعين في قطعة أثاث واحدة أو أرفف مت محطوطة على الحيطة تمام des étagères جمع مؤنث أما بخصوص الأفعال هنلاقي verb partager partager جمع كده بالإنجليز يكتب share share اللي هو يتشارك لو أنت عمل بوست على الفيسبوك وعيس تعمله share share ده يعني partager أو partage اللي المشاركة أو المقاسمة بتشارك حاجة مع أحد طيب هنا هنستخدمها بنوعنا إيه؟ هنستخدمها بمعنى المشاركة في الغرفة لو أنت واخوك قاعدين في الأوضة فهتقول je partage la chambre avec mon frère أو أنا واخوية partage بنتشارك في الغرفة verb décorer واضح ressembler à يشبه لي لما تشبه حاجة بحاجة أو حد بحد se lever verb lever يرفع يرفع أي حاجة لكن se lever هو اللي بيرتفع أو هو اللي بينهض يعني بيكون نايم ويقف بيكون مريح أو قاعد على كرسي وبيقوم ينهض يقف على رجليه se lever garder verb garder جاية من garde الجغد للحراسة هنا معناه يرعى طبعا ممكن يجي بمعنى حارس حتى كلمة حارس المرمى تاخدوها في سنوية gardien جاية من نفس الكلمة دي المهم من أن garder يعني يحرسه لكن لما يكون أخ وأخوص صغير في البيت بيقول لك أنا إي ببراعي أخوية أو بحرس أخوية واخي ببالي منه يعني عشان أبو يوم مش موجودين verb garder respecter يحترم 5 يت يقلق وبرضو فعل أولو اس أباستخف فعل زو داميرين زي وزي فعل se lever دي أفعال اسمها أفعال زاد داميرين لها جزء خاص مشروحة وهنشرحها تاني إن شاء الله دي لها جزء خاص وليها شرح خاص بيها attendre montrer مهم أو montrer يعرض أو يوضح أو يفرج عايز أفرجك على قطي هقول لك je te montre ma chambre voir verbi yara verbi to see مهم جدا finir lo finish ينهي أو يخلص أما الصفات والظروف وحروف الجر والتعبيرات هنلاقي seul بمفرده أو وحده dabore أولا لوفارست عندما تجي تحكي حكاية وترتب الأحداث هتليك بتقول dabore plus tard plus tard يعني later فيما بعد أو لاحقا prepare toi ده فعل مهم في الأمر لوفن تفاكر معي الأمر هتلاقي فعل السو preparer يحضر نفسه برضو أولو السو السو هتحاول مع تو إلى تو هتبقى prepare toi الفعل كان آخر اس وشلنا الاس لأن الأمر مع تو بنحذف الاس من إذا كان قبلها حرف ا عموما prepare toi اجهز أو استعد حضر نفسك une vue كلمة vue اللي يابل الإنجليزي view نظرة أو رؤية d'ensemble كلمة ensemble يعني إش إجمالية أو شاملة une vue d'ensemble يعني نظرة عامة أو نظرة شاملة ببص على الحاجة كلها بنظرة واسعة من غير الدخول في التفاصيل طيب لو عايزين نتكلم بالتفاصيل هنلي بيقول partie par partie جوز جوز حوري لك الأوضة حتة حتة plus que هناخدها في قاعدة المقارنة اللي هي more than أكثر من l'autre الآخر أو الأخرى different different مهمة جدا être bien installé verbe est qu'il est s'arraf مع jousui أو tuye bien installé يعني استقر بشكل جيد هنا على ما يرام بس المقصود بها شخص عزل في بيت جديد وأموره استقرت يعني كل حاجة تزبطت وأصبح هناك استقرار تمام فده المقصود من verbe installé أو هنا طبعا متخده على الناصفة sur حرف جر فوقها خدنا حروف الجر قبل جدا في الترمي الأول sur فوقها عكسها su تحت a côté 2 من حروف الجر اللي لازم يجي معاها 2 وعارفين إن 2 بتتغير على حسب الكلمة اللي جاية بعديها خدنا ده تفصيلا زي pré 2 و بعيد عن وقريب من على يسار ضغوات 2 على يمين الدو بتتغير على حسب الكلمة اللي بعديها avant après قبل وبعد nouveau جديد بتجي مع المفرد المذكر اللي أوله حرف ساكن طب لو مفرد مذكر أوله حرف ما ينفعش حط قدامه نوفو لأن دي أخيرها بالتالي بحول نوفو إلى نوفيل اللي فيها اللي واحدة طيب نوفيل اللي فيها اللي واحدة دي بتيجي أمام مين بتيجي أمام المفرد المذكر المذكر تاني اللي أوله تمام حاجة كده أما لو مؤنف بتبقى اللي فيها المقطع الأخير ده عملي مسرور أو مسرورة أو سعيد سعيدة مهمة برضو كل مرة بأكد عليها يعني معا سويا لو شلنا أول حرفين هتبقى ممكن لكن يعني مستحيل أو غير ممكن الكلمات المصورة هنلاقي كلمة مكتب تيغواغ هو الدرج كلمة مذكر ناس بتشوفها بتقولي أذن أيوة هي كلمة أغي لو شدنا الأر اللي في الآخر دي هتبقى أغي اللي هي أذن لكن الأذن كلمة مفرد مؤنف هنا بنزود لها أغ وننطقها أغي وتتحول لكلمة مذكر وهي الوسادة أو المسند المخدى اللي بنحطه بنم عليها أو بنحط ودننا عليها أم موبيل دي سيستام سولاغ طيب كلمة موبيل لوحدها كصفة بمعنى متحرك أو جوالة ولذلك بتتالع الموبايل موبايل المتحرك أو الجوال أو النقال اللي هي هتلت ترجمات موبيل لبعضها اسمها أم موبيل دي سيستام سولاغ بعد كده كلمة شامر يعني غرفة نوم عموما كلمة شامر لوحدها يعني غرفة أوضة لكن لو تقالت وسكت تعرف أنها قضة نوم مش قضة ليفنج مثلا أو قضة طعام أو كده لامب لامب اللي هي لامبة أو أباجورة أو مصباح يعني يوصل يوصل الكبل أي كبل بقى سواء كبل كهربة اللي يفيشها سواء كابل الإنترنت المهم أنت توصل حاجة بحاجة توصل كابل بالمكان بتاعه والمخصص بتاعه علشان الحاجة التانية تشتغل سواء بقى كهربة أو نور أو كده آآ ويب كام ويب كام طبعا لها كاميرا إنترنت أو كاميرا ويب وكالعادة في بداية كل واحدة بيكون عندنا شامبيون بطل للوحدة دي البطل عندنا اسمه البطل هنا الولد ده بيقول جو مابل توما اسمه توما جي سيزون وعند ستتاشر سنة جام بحب لسيانس التاريخ والسيانس اللي هو العلوم جانينبا ولا أحب لباسكيت كرة السلة لتنيس آآ لعبة التنيس تمام واضحنا بيحب المواد وما بيحبش الرياضات بيدييني هنا صور الصورة الأولى برضو دي غرفة الصورة التانية غرفة تانية والصورة التالتة غرفة تالتة طبعا فيه تتنظيم مختلف فيه تمام توما يحب هو قلب يحب حكتين هنا مكتوب هنا مكتوب هنا هنختار طبعا فيه مكتوب الأرقام وهنا بالحروف هو في الصورة هي مش واضحة أو في الفيديو بس هو موجود في اوضة النوم بتاعته اللي فيها سرير وفيها مكتب وكمبيوتر وكذا يبقى هو هو يكون في غرفة ولا فصل ولا مكتبة ولا فناء التلتة صور بتوع صور ايه؟ صور جاراج الجاراج اللي هو الجاراج او ورشة ورش ميكانيكا وكذا ولا سالون ولا سالون ولا جاردان حدائق ولا شامر غرف نوم التلتة فيهم سرير يبقى هم شامر غرف للنوم الديالوج بين ولدين ولد اسمه توما اللي هو البطل الوحدة وولد تاني اسمه ماكسيم والعنوان بتاع الديالوج ما نوفال شامر غرفتي الجديدة شامر غرفة كلمة مؤنف اخذت ما واخذت الصفة نوفال قط الجديدة في الصورة الاولى الولد ده قعد في قطه معه التليفون وفتح الكمبيوتر والولد التاني الناحية التاني لابس الروب الروب اللي هو هكاينه لسه اي من نمأ وكان بياخدوش وبرضو بيتكلم في التليفون وفتح الكمبيوتر قدامه التانية الولد فتح الويب كام وبيتفرج على الصورة بتتنقله من الكاميرا بتاع زميله هنا صورة الشباك او الفناتخ النافذة وهنا البيغو مكتب وهنا شعيز كرسي هنا بالون كرة وهنا فيه سيدي و سيديهات وهنا مثلا فيه دوسياء او ليفغ ايه تاني ننزل هنا هنلاقي البيبليوتاك مكتبة وهنلاقي الموبيل دي سيستام سولير نموذج اللي هو مجسم النظام الشمسي هنا هنلاقي السرير وهنا فيه صورة على الحيطة وهنا فيه كومود وفيه هنا الاباجور او لامب اللامبة وهنا فيه كاختابل او ساكادو محدود على الارض وفيه سجادة هنا برضو فيه الشباك والكمبيوتر والمكتب والنفذة والولد قاعد وهكذا في غرفته عنده عنده كمبيوتر ولا التصوير لكاميرا تصوير ولا كاميرا ولا كاميرا بتاعة الفيديو كاميرا تصوير ولا طيب الحاجة الاساسية اللي مستخدمها هو الكمبيوتر طوما ماندر طوماس يفرج او يعرض نقطة مكسيم بيوريه لمكسيم بيوريه ملابسه ولا افراد اسرته ولا صوره ولا المبل د سا شامبر طبعا هي اثاث غرفته بيفرجه على الفرش بتاع الاوضة تكون فوقها وانا بتكلم لقيتها فوق المكتب على البيرو يوجد تحت السرير امام السرير في وش السرير بجانب السرير هي بجوار السرير لانه جنب السرير هنا اما بالنسبة للديالوج نفسه هنلاقي العنوان بيقول توماس يتصل بالهاتف او بالتليفون بماكسيم والديالوج بينهم هم الاثنين ساليو ماكسيم ازايك سا فا كيف الحال كيسك تفاي ماذا تفعل ماكسيم هيقول سا فا انا فيان دمي دم زمن جديد انتو لسا مخدتهوش اسمو الماضي الحديث بيتكون من تصريف زائد حرف بدون تغيير ولا تحويل وفعل في المصدر انا لسا صاحي اذا توي بيان استالي انت اقمت كويس ظروفك على ما يرام استقريت في القوضة بتاعتك سوپير رائع نفس الزمن اللي هناخده وبعدها د بعدها فعل في المصدر انا لسا مو خلص لا ديكو الدكور دي ما شامبغ بتاع قطي لسا مخلص ديكور قطي تحب تيجي يعني تيجي تزورني او تيجي تشوف القوضة هيقول له impossible مستحيل مي بارون نصنبالا والدايا ليس هنا جو غارد انا ارعى او احرص من فرير اخويا او التاني هيقول له با نو تنكييت با لا تقلق ما تشغيل شبالك برانش وصل تا ويبكام وصل الكاميرا الويب بتاعتك مياتون ولكن انتظر جو بخم من بتي ديج هاخد فطاري ده باغ اولا استنى بس كده الحد مفتر رانديبو لقاءنا او معادنا دون تخونتي مينوت خلال تلاتين دقيقة او بعد تلاتين دقيقة دكاغ موافق توما نقط امكسيم توماس بيعمل ايه المكسيم طبعا تليفون بيتصل بالهاتف مين لسه مخلص ديكور بتاع اوتو اللي قال كده هو توما هنختار توما مكسيم مكسيم بيعمل ايه سوف يتناول افطاره هو سوف يتناول افطاره من غير ما يكمل الباقيين مكسيم لا يستطيع الذهاب عند توماس لي لانه بيرعي اخوه لانه يرعى اخوه لانه والديه غير موجودين الجزء التاني من الديالوج بعنوان او ندمي اهر بلتار وندمي اهر يعني نصف ساعة بلتار لاحقا يعني نصف ساعة لتر بعد المرور نصف ساعة توما مانتخ سا شامر توما يعرض غرفته مكسيم باستخدام كاميرا الويب اذا استعد او حضر نفسك اولا نظرة عامة او نظرة شاملة يعني شوف الاودة كده في نظرة كلية بعد وبعد ذلك انا اظهر لك حواري لك جزء جزء او حتة حتة اتفقنا هيرود يقول له ايوه 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 ودي قاعدة لسه ناخدها وهي قاعدة المقارنة قلتلكو في الكلمات يعني مور كذان مور صفة ذان يعني اكثر كبرا من او اكثر زكاءا من اكثر مرونة من كده يعني ايوه بيقول الاودة دي اكثر كبرا من الاخرى يعني الاودة الجديدة دي اكبر من الاودة السابقة اللي انت كنت تقعد فيها زمانيا وي الى ديسبوزيشيوني ديفيرانت ايوه والتنظيم بتاعها كمان مختلف ايبا التنظيم المختلف وركز في التفاصيل دي المكتب يكون تحت النافذة او تحت الشباك الى غمواغ ودلاب الملابس اكو تدولي بجانب او بجوار السرير سي بلو بخاتيك هذا اكثر عمليا دا عملي اكتر كلمة لتيروار يعني الادراج اللي هو قطعة اثاث عمزة الكومودينو كده فيها ادراج اوه هو الكومودينو بيتقال عليه الادراج اللي تحت السرير دي سانسانباء لطيفة هيقول له طبعا في سرير بتحطي تحته خزين بنعمل بعد تحته دورج كده او دورجين تمام اه عموما السؤال دا مهم جدا هو السؤال عن الرأي كاسك تي پانس دو وركز اللي اوه على دو عشان هتكي كتير في اسئلة القواعد ماذا تعتقدو بجان او عن ما رأيوك فيه من موبيل دو سيستام سولير نظام الشمس المتحرك او المقسم نظام الشمسي جادار اعشاقه هنا التعبير عن الاعجاب كل دا هتشرح بعدين اسات اتاجار وهذا الرف يراك في الرف دا ستاً كادو دو می غرن باران إناهو يكون هادية من أجدى دي يعني جدو جدتي Alors تي كونتان إذن انتا سعيد هاو هل أنت مبسوت وي جادار ما شامقه أنا أعشاق غرفتي ان بل إضافتي إلى جا فرفير سو قرتي أنا أفضل هذا الحي دا الحي السكني خوننا خدناها بردو ترم الأول إليه اللي سابقه بستخدمنا للمرة التالية plus. Il est plus sympa. يعني اكثر او more sympa. اكثر لطفا. يعني اجمل واشيك واحلى من اللي قبله. Dans la chambre de Thomas في غرفة Thomas نقطه ايه يكون بجانب السرير. هو قال الدولاب علشان سي بخاتيك هذا اكثر عمليا. Thomas montre sa chambre بيوريره الاوضة باستخدام ايه? باستخدام لا ويب كام. الويب كام مش الكاميرا ولا جهاز التصوير والهاتف المحمول. اهه الهتاجره ات ايره كادو The Thomas. الرفب يكون هدية مين لي Thomas? دي تغربة هدية الى استخدام. Thomas طلب من ماكسيم رايه في ايه? تحديدا ان سأل السؤال الرأي اللي قلتلكوا عليه. اللي هو كيس كتو ت بانس ده mان موبيل دي سيستام سولير. اللي هو مقسم النظام الشامس الخاص بي. ده. علشان تتابع الدروس بالترتيب وتحمل ملفات الشرحة والتدريبات وتحل اختبار على كل فيديو وحمل تطبيق فرينشاوي من جوجل بلاي ستور شجرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا